اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ويستغلوها لصالحهم مثل طريقة الخروب وأسماء الأطفال البيض الذين ساعدوه في تعلم القراءة كنت أتمنى أن يعيد تنقيح هذه المذكرات بعد انتهاء الحرب الأهلية الأمريكية وبالنسبة لي ما يميز هذه المذكرات عن غيرها هو أن كاتبها نشأ في ظل العبودية وترعرع فيها بخلاف مثلا سليمان نورثوب الذي كان حرا ثم اختطف من واشنطن وبيع إلى تجار العبيد في الجنوب مستغلين لون بشرته وقد دون مذكراته بعنوان 12 سنة من العبودية وقد حول إلى فيلم وحصد جائزة الأوسكار لأفضل فيلم عام 2012 ويختلف كذلك عن سلسلة الجذور التي أصلها رواية للكاتب الأمريكي الأسود أليكس هيلي فكان اعتماد أليكس هيلي على الوثائق والشهادات واللقاءات ولكنه لم يعيش حياة العبودية بنفسه وإن عاش حياة التمييز العنصري وصراع السود في ظل حركة الحقوق المدنية آنذاك حكى في هذه المذكرات أن العبيد لا يعرفون أعمارهم ويقيسون أعمارهم بناء على عمر الحقل وذكر أنه عزل عن أمه بعد ولادته بفترة وجيزة وكانت العادة آنذاك بنقل المولودين الجدد إلى عجوز في أطراف المزرعة لم تعد قادرة على أعمال الحقل وأحيانا تباع أم الطفل وتنقل إلى مزرعة بعيدة لماذا يتم هذا الفصل بين الطفل وأمه؟ لا أعرف سوى أنه يهدف إلى قمع نمو عواطف الطفل تجاه أمه ومسح وتدمير العاطفة الطبيعية لأم نحو الطفل كنتيجة حتمية لذلك لم أرى أمي قط ولم أعرفها أكثر من أربع أو خمس مرات في حياتي هكذا قال وتكلم كذلك عن اضطراب التأصيل التي كانت تبرر به الكنيسة استعباد السود لأنهم من سلالة حام وهو أحد أبناء نوح ومن نسله خرج السود وحام هذا قد ذكر في التوراة أنه رأى عورة أبيه نوح وقد لعنت سلالته بأن يكون عبيدا لأحفاد إخوانه من بقية الأمم فمن خلال هذا التأصيل يبرر هؤلاء البيض عبوديتهم للسود أي أن السود من سلالة حام الذين لعنوا وكانت اللعنة أن يكونوا عبيدا لغيرهم من الأمم ولكن أين الإشكال الذي حصل هو أن السيد الأبيض أصبح يجامع النساء السود الآتي بهن عبيد عنده وينجب منهن أبناء هجين وبعدما يقبر هذا الإبن الذي تكون بشرته أقل سوادا من بقية السود يصبح عبدا لأبيه فإن كان هذا الإبن من سلالة الرجل الأبيض وليس من سلالة حام فكيف تفسر الكنيسة سبب عبوديته وهذا الإبن الهجين يكون أكثر الناس شقاء لأن زوجة الرجل الأبيض تشك في زوجها كل ما رأت هؤلاء وتسخط عليهم على الدوام وكثيرا ما ترغم زوجها على بيعهم ويكون بيعهم أهون الخيارين فإما أن يجلد أبناءه بنفسه أو يرى أبناءه البيض يجلدون إخوانهم الأشد سمرة منهم أو يبيعهم فيكون الخيار الثاني أهون لديه فرؤيته يعذب أمام عينه أصعب من أن يعذب دون أن يعلم أو يعرف في مكان بعيد وهذا الإضطراب يحصل بسبب أن بعض هؤلاء السادة قد تنشأ لديه شخصية مزدوجة ما بين السيد والأب وتكلم مقدم هذا الكتاب وهو ويليام لويد جارسيون عن نقطة سوف يتطرق إليها لاحقا أي في الأعوام اللاحقة وقد تصبح أشبه بالنظرية وهي أن سمو العرق الأبيض والدليل العلمي على ذلك كون البقية في الحديد ولم يصلوا إلى رقي الرجل الأبيض وأما كون البقية في الحديد فهذا لأنك أنت تمنع خروجهم منه ولو بالقوة وكلما حاولوا النهوض كسرت أقدامهم ليبقوا في الحديد ومنعت عليهم كل شيء يرتقون به عن هذا الحديد مثل التعلم والقراءة فهم باقين في الحديد ليس لأن هذا هو قدرهم الحتمي بل لأنك أنت تستخدم كافة السبل والطرق والوسائل حتى لا يخرجوا منه وقد أشار مقدم الكتاب إلى قصة وهي أن رجلا أبيضا نسوه أصحابه على شواطئ أفريقيا وغادروا عنه وانقلبت الآية وعاش عبدا لدى السود لمدة ثلاث سنوات رجعوا إليه وهو في حالة أشبه بالباهيمية فقد انحط من كونه رجلا متحضرا إلى رجل بهيمي فالعبودية إذن تمنع غالبا من ارتقاء الشخص وتحضره فهل يقال أن انحطاط هذا الرجل الأبيض بسبب العبودية دلالة على انحطاط عرق بأكمله وكاتب المذكرات دوغلاس كان عصاميا بحق وربما تستطيع أن تقول أن أول من فك أغلال الأصفاد من يديه هو القلم والكتاب ومن الممنوع على السود تعلم القراءة والكتابة لأن السادة يرون أن في ذلك إفسادا للسود وجعلهم ينظرون إلى ما هو أبعد فإبقاؤهم بهذه الحالة ضمان للسادة أن لا يرى السود أبعد من الحقل ويذكر أن قصة تعلمه القراءة بل ورغبته الشديدة في الحرية بدأت بعدما انتقل إلى بيت السيد الجديد الذي كانت زوجته امرأة طيبة جدا أو في تلك الفترة على الأقل وعاشت حياة كادحة فلم تكن من أسرة بيروقراطية فلم تمنعها المظاهر والبروتوكولات فقامت بتعليم هذا العبد الأبجيدية ثم هجاء الكلمات ذات الثلاثة أو أربعة أحرف فتنبه زوجها وهو السيد لذلك فزجرها ونهاها عن هذا لأن هذا سوف يؤدي إلى تفكيره بالحرية والتحرر فيقول دوغلاس أن هذا جعلني أعلم يقينا سر قوة الرجل الأبيض في استعباد الرجل الأسود وهو حرمانه من العلم فأصبحت لديه رغبة مثل رغبة سيده ولكن في الاتجاه الآخر بتعلم القراءة والكتابة وحاول بشكل منفرد وسري حينا وبشكل جماعي على يد الأطفال البيض الذين ربما لا يعون خطورة هذه الخطوة فيقول كنت أشتري الخبز لسيدي وأزيد عليهم خبزا زائدا وأعطيه الأطفال البيض الفقراء مقابل خبزا من المعرفة وبهذه الرغبة استطاع أن يتعلم إلى أن أصبح يقرأ كتب الأدبي لوحده مثل مذكرات الرجل الكولومبي فأحيانا عندما ترى عدوك حريص أشد الحرس على عدم تعلمك أو حيازتك شيئا ما هو لا يعلم أنه يحثك أو يدفعك بشكل أو بآخر لتعلمه أو حيازته عودة للنقاط السابقة هو يحكي بإيجاز أن نظام العبودية يفسد طبيعة الشخص الطيبة فالشخص إن مارس هذه الصفة على العبيد السود قد يظن أن هذا سوف يفسدهم ويجعلهم يفكرون في الهرب وإن هربوا قل حصاده وخسر وزالت عنه حياة الطرف فمن أجل الحفاظ على هذه الحياة ومن أجل الحفاظ على هذه الأموال الوفيرة ومن أجل نفسه في المقام الأول يجب أن يتنكر لمثل هذه الصفات ويجب أن يخالف طبيعته وضرب مثلا بزوجة توماس هاميلتون وهناك قضية ركز عليها بل أفرد لها ملحقا في الكتاب وهي قضية نقمته الشديدة على الرجال المتدينين فهو يقول وصلت إلى قناعة أنه كلما كان الشخص أكثر تدينا كان أكثر إجراما ووحشية في التعامل أو كما يقول كنت أعتبر أن أعظم رزية تلحق بي هي أن أكون عبدا لسيد متدين لأنه من بين كل ملاك العبيد الذين قابلتهم كان ملاك العبيد المتدينون أسوأهم ووجدتهم دائما الأخبث والأحقر والأجبن والأخس من كل الآخرين وفي الكتاب ذكر شيئا من إجرامهم وربما هذا الإجرام نابع من نظرة دينية كما أسلفنا حول أحفاد حام وأن ظلمهم وعبوديتهم مبررة كونهم ملعونين باسم الرب وفي ملحق الكتاب تكلم عن شيء من نفاقهم وفي الملحق حاول أن يفصل المسيحية الحق عن المسيحية الأمريكية وذكر قصيدة تبين الإزدواجية لديهم والقصيدة قد تكون بليغة بلغتها الأصلية ولكن ترجمتها إلى لغة أخرى دائما ما تفقد من بلاغتها ولكن الحجج المنطقية بقيت فيها الخلاصة أن الظلم باسم الكنيسة الأمريكية جعله يكفر بها وأظن أنه حتى جلس يشكك في الرب إن كان موجودا فلماذا هذا الظلم موجود؟ ولماذا لا ينقذ كل هؤلاء؟ وهذه قضية قد ركزت عليها الملاحدة فلماذا الرب يقبل أن تحل النكبات والأزمات والمصائب على الناس؟ وارجع إلى كتاب مشكلة الشر ووجود الله للدكتور سامي عامري لتفكيك هذا التصور بشكل شرعي بعدما هرب دوغلاس من العبودية واستقر في الشمال انضم لاحقا إلى جمعية ماساشوستيس لمناهضة العبودية وهذا يذكرني بما قاله الكوري الشمالي المنشق جانج جينج سونج في خاتمة كتابه القائد العزيز لما قال لهذا السبب يكمن سلامي في شن حرب ضد الطغيان حتى يتحرر شعبنا بدون ذلك لا يكون حصولي على امتياز الحرية سوى ضرب من ضروب الأنانية وأحيانا يكون من الجيد أن يكون من المنافحين أو المتصدرين للدفاع عن المظلومين من قد تجرع الظلم سابقا فهذا قد يجعله أكثر حماسا وإيمانا بالقضية لأنه يرى نفسه في كل هؤلاء المظلومين وكذا يجب الإشارة إلى أن استخدامه مصطلحات مثل أختي وخالتي أو نحو ذلك في المذكرات فهي مصطلحات مجازية ليست حقيقية مثل قول البعض في منادات الآخر أخي أو أخوي أو الأخوة أو الأخوات فهذه العبارات لا يعني بها ولا يقصد الأخوة الحقيقية التي تكون برابطة الدم وإنما الأخوة تحت شعار عام مثل الإسلام أو حتى من باب الإحترام مثل ما تقول للشخص الكبير يا عم أقول هذا حتى لا يختلط الحابل بالنابل وأنت تراه أنه كلما ذهب إلى مزرعة جديدة ويقول أختي أو خالتي فتقول في نفسك كم أخت وكم خال لديه هذا وهل هم مبعثرين في كل البلاد؟ وفي الختام الكتاب رحلة يدخلك بها أحد العبيد إلى عالم العبودية نفسه ويحدد فيها معالم الحياة من ملبس ومأكل ومظالم وجلد وتعذيب وضطهاد وقتل وتقسم العائلة من العبيد في التاركة كما تقسم الحيوانات تماما فالابن من نصيبه الزوجة والبنت والابن الثاني من نصيبه الزوج والولد وهكذا ينفصلنا إلى الأبد كتاب قد تنهيه في جلسة واحدة حتى وإن كنت من الذين يملون من القراءة لأنه صيغ بشكل سلس وبسيط ويشدك دائما وكلما قلت سوف أتوقف في نهاية الفصل إلا وترى في نفسك الإقبال للاستمرار